في كل يوم يقترب فيه موعد الانتخابات التركية تتلاشى شعبية أردوغان المعاد انتخابه دون منقطاع منذ عام 2002 فسياسته الاقتصادية التي كانت في السابق ضمانة لنجاحه قد تصبح قاصمة ظهره زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمالك لتشدار أوغلو أشار إلى أن أردوغان ومؤيديه لديهم هدف واحد فقط هو إفقار تركيا متهما الرئيس التركي بخدمة مصالح الطبق الأكثر ثراء كما وطلب بإخراج المواطنين من النار في إشارة إلى صعوبة الوضع الاقتصادي وضع تسبب في انهيار الليرة نتيجة سياسات يصفها مراقبون بأنها غير عقلانية وغير العقلاني هذا هو ما يصر عليه أردوغان غير آبه بمعاناة شعبه المتفاقمة يوما بعد يوم الوضع المأزوم هو ما دع المعارضة إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وهو احتمال رفضه الرئيس أردوغان مراقبون يرون أن حزب العدالة والتنمية خسر 40% من مؤيديه منذ انتخابات عام 2018 فيما ترسل استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في شعبية أردوغان نتيجة سياسته الاقتصادية هذه فالوضع الاقتصادي الخانق ساهم في تراجع شعبيته تراجع يرفع من زخم المعارضة التركية سياسيا قبيل عام 2023 موعد إجراء الانتخابات ترجمة نانسي قنقر